أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قرار بتشكيل لجنة تحقيق في الخروقات التي تستهدف أمن العراق وستكون اللجنة برئاسة مستشار الأمن الوطني وعضوية قيادات من الأجهزة الأمنية ومن المقرر أن تعمل اللجنة بالاشتراك مع ممثلي لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب وبينهم رئيس اللجنة يذكر أن الولايات المتحدة أطلقت تحذيرا للعراق قبل أيام بأنها ستغلق سفرتها في بغداد إذا لم تتحرك الحكومة العراقية لوقف هجمات الميليشيات المدعومة من إيران